السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم بوزيان للطبخ إذا كنت تراكم في القناة لأول مرة لا تنسوا التضغط على زل الاشتراك للا تحت باللون الأحمر وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد اي حاجة جديدة نديرها توصلكم نروحوا مباشرة للوصفة السلام عليكم اليوم خممت فيكم بالنسبة لتشينا رهي خيصة البرتقال جبت لكم طريقة بزاف شبابة باش نخدموا بها كيك الريحة رائعة تنشمل برا رائعة البرتقال يجي بزاف بنين وخفيف وفيه لفيتامين كما نعرفوا تشينا فيها فيتامين تبعوا معي الطريقة بالنسبة للمقادرتها هذه الوصفة هنا عندي ربعة حبات تشينا مع مدلش هذيك طامسة هذيك كليمونتين العادي شوفوا هذيك الطرية اللي جيل فتحها تكون طرية عندي ربعة حبات كما نعرفوا دروك هنا في وقت تشينا تشينا مليحة وفيها بزاف لفيتامين نقتصدون درو بها هكا سوالح بلا ما هي الخيصة كما تشوفوا هنا عندي ربعة حبات كبار شي كبار كبار متوسطين عندي تلت حبات تاع البيض عندي واحد ياغورت طبيعي هذو مراحل المقادير تاع المرحلة الأولى اللي غادي نحتاجهم هنا بعد ما نقيت هذيك كليمونتين تاعي نقيت هكا كعمليح نقيت البيض والياغورت الطبيعي تاعي لجيها ودروك غادي نجيب أنا بالنسبة للروبوت تاعي ما راش يخدم حبس لي ما لا بليش علاش موالف في حبس ويعود يخدم دروك حبس مباشقة يخدم إلا عندكم روبوت طحنهم في الروبو وإلا ما عندكم شروبو أنا خممت خممت جبت هذي الرحال لنرحو بها الحريرة وذلك البطاطا ودرتها فيها غادي نطحن بها يعني إذا طحنا لكم يجيكم نتيجة شابة ويهود لكم غير عاصر شوفوا الطريقة يعني الفيديو را هم بيين لكم كل شي هكا اللي بالنسبة للناس لي ما عندهم شروبو يطحنوا فيه راكم تشوفوا هكا نعمر ما طحنت لي را هودو شوية هذوك الحبيبات أنا شا غادي ندير شوفوا هنا القاوة متاحة كيفية يعني ايجا تطقيل يعني عصرت همليقاء مليح مليح شاوالا بقالي هذوك الحبيبات هذوك الحبيبات ما نخليهمش باش ما يجينيش الكاك هكا مع مرحوبة يبدو شادرت صفيتهم هنا في الصفاية صفيتهم مليح مليح حتى تحصلت على العاصر نعاود نبدأك العاصر ونرجعه في هذا البول اللي يطحنتهم فيه باش ما نكتر بزاف مماعين بهذا الطريقة ونضروا ونجيب البيض التاعي قلت لكم ثلاثة حبات بيض يكونوا متوسطين الحجم ما يكونونش صغار ندي الحبات اللولى نزيد الحبات الزوجة ونزيد الحبات الثلاثة على البيض نزيد الياغورت الطبيعي بهذا الطريقة نزيد السكر ونزيد كاس إلا ربع على السكر لا تريد أن نكتر البرتقال العاصر يحلو ونزيد 4 ملعقة صغيرة على الملح لكي نعادله بين الدوق نزيد مليح ونزيد كاس إلا ربع على الزيت بهذا الطريقة نزيد مليح نزيد الزيت مع المقادر ونزيد قوشول البرتقال هذا قوشول البرتقال هذا مركز قوشول البرتقال لاني خدمتها معكم مدامكم رهشتة وراحة متوفر البرتقال والليمون نضع تحتها في صندوق الوصف تقوموا الوصفة التيعها نضعها لكم لاني دايرها معكم نزيد الكاس الأول تاقيق الأبيض نزيد زوش أكياس خميرة كيميائية وزن الكاس 10 جرام ونبدأ نخلطها منيح في هذه الطريقة كما قلت لكم هذا مركز قوشول البرتقال نضع تحتها في صندوق الوصفة سوف نحضره لكم مدة سنة هو والعاصر نخلط مليحة منيح نزيد الكاس الزيت كاس الزيت ونزيد الكاس الزيت إلى ربع سوف نزيد ملعقات على الفارينة خفيفة يزوج كيسان على الفارينة هذه هي مع Ty um الزيت مع ملعقات فأنا ندخلها بالمارقارين وأنه على الفارينة كما ترون لا تتفقد هذا سوف نحضر الخالط تفقد لا تقلط من خلف الخالط من خلف الخالط بهاد الطريقة من قلت 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 لنضب لن اتجم إذا لديكم كبير قسمها بالخدمة اضعها أولا قلمت ما توفرها عندي درت هاكا درت غي هاكا هادو هادة تشينة هاكا وحليتها ودرتها هنا دروك نحط فوق هالخالج شوالا ما نحطش يعني ما نحط غير باش فيها باش ما يهودوا ليش دي كلة تشينة من تحت باش ما تنحرق ليش من تحت باش تقعد في الوسط بهادة الطريقة وتعطيها دوق رائع في الكيك التعلم بعدها من طير الطيب والدوب دروك هادي ندخلها على الاعلى درجة عنان دروك هادي نروحو نحضر الكريمة كريمة البرتقال انا شا عندي هادي مركز عصير البرتقال راني خدمتها معاكم العام ليفت انا كل عام نخدمها من تكون تشينة رخيصة ونديرها في الكونجولاتر نخدمها هو وتع الليمون ونخدم بهم مام مركز قشور البرتقال ومركز قشور الليمون نخدمهم يقعدوا ليعام يعني نقعد غير ندير بهم نخدم بهم مام الشاربات متوما إلا ما عندكم شهدا سوفوني خدموه شروع مدام تشينة رخيصة والليمون شروع ودسوه في الكونجولاتر وإلا ما عندكمش ديروا كاس تاع برتقال هادي هي إلا ما عندكمش بسح ننصحكم خدموه غدي خليلكم وصفة تاع تحت في صندوق الوصف يجي تقيل وحلو ويجي بزاف ابنين تخدمو به ليقاطو تخدمو به الشاربات يعني كل شي عصائر تضيدو لها تشينة وحد أخرى ولا تضيدو لها جازر ولا يعني اختياري بقى لكم نضيف منها كاس ونرجع الكنجولاتر نضيف منها كاس كما تشوفوا سوف تقيل ومركز الخشجة حلو فيه السكر كيف تشوفوا بهذه الطريقة تحلينا خلالك ثم نضيف منها فعلا كيف نعرف ما نضيف منها حتى لا نضيف الماء انصف من هذا المركز نضيف منها كاس تبصتكم ديرو كاس انا نضيف منها نضيف طعوة نضيف من قطاع ثم نضيف من قطاع Adding من قطاع العصير واذا تكون مريضا نضيف عصير ليمون هنا ندير معاقة كبيرة عن ناشاء ودرت معاقة كبيرة على السكر ما بغيتش نكتر السكر خلال دجال عصير تاعي رحلو باش الدوق ميجينيش حلو بزاف وندي ههنا دروك جبت آروم تاع البرتقال هو آروم منكه وف نفس الوقت ملون باش يتعني ذاك اللون البرتقالي تعتشينه بها الطريقة ونديه فوق النان قد نخلط نخلط على عنار تكون متوسطة حتى يتقال معايا هذا الخالد يعني مشي حتى يولي كريمة حتى يتقال معايا شوية باش نجي من كبه يعني يقعد نخله شوية سائل باش نجي من بعدها نكبه فوق الكيكات تاعي كيكات البرتقال ندرك رحو كيكات تاعي بعدما طيبتها على أعلى درجة منشتها طابت منشفتها انتفخت نقصت عليها النار باش طيب ليمت تحت باش طيب ليمت داخل باش مجينيش خضره ومن بعدها شعلت عليها من فوق باش احمارت وهيالكيكات تاعنا خرجت شاب بزاف بزاف بنينة وفيها ريحة تشينو تشينو والله نجيت روعة هنا هاولا الكريمات تاعي شوفوا كيف يجي القوامات تاعها يعني ما جهت تطقيلة بزاف ما جهت خفيفة بزاف يعني نجي من التوسطة كيمال المربة كيمال الكونفيتير القوامات تاعها كيمال الكونفيتير نجي بالمغرف ونبدأها كنهود في ذاك اله في هذا الكريمة البرتقال بها الطريقة ونمحطيتها هنا سوف نجيب هنا نزين بلاد رانش تاع الشينو هكا تزين بسيط وانتوما التزين والدكور يبقى لكم الاختيار يبقى لكم انا فقط نوري لكم هكا طريقة وانتوما حتهم دوع الطريقة لتساعدكم انا جبت اما كوز بغين ندير نعنا عمار قيتش جبت غير بتاع الشينة هاد وخسلتهم وجبتهم هكا نزين بهم هكا حاجة خضراء الالوان تزيد في الحاجة يعني تزيد ترجع الحاجة الشابة هكا دروك غادي نجيب هادي نجيب هنا جوز الهند غادي نديرها فقط كتزين لما عندكم مش ما تديروش تقدروا ديروا لوز تقدروا ديروا كوكا ومرحي يعني كما ستبغون تومه هكا نحط بالطريقة نزيد ندير مليهيه يعني طريقة سهلة هكا تحطوها للضياف ولا يعني تخرج الشابة ومان في الديكور دي شابة هاي الى الوصفة التعناق واجده في طبق تقديم شوفوا هكا الكريمة انا مزارة حامية يعني انا تخلوه يبرد شوية باش تاكلوه لام الكريمة مزارة حامية خاش كريمة كوتخلوها تبرد غادي تجمد وما تتمشي لكم شون بعدها تجيكم شوية صعيبة باش تتمشي لكم هكا بها الطريقة يعني جا روعة جا رائع بزبزة فبنين وممري حتى عاد شاهي هنا قدمت لكم التيري فون باش نتشوفوه منيح بها الطريقة يعني الفيديو را هم وضح لكم كل شي انشاء الله تكون تنالت الاعجاب بتاعكم لو قادر روح نكسم معاكم طرف باش شوفوا كيفاش يجي قوام التاعب وكيفاش يجي من الداخل شوفو من من نكسم الخدمة كيفاش يدخل يعني يجي الطري وديك تشينة اللي قدرناها الداخل في الوسط الدوب ودي شابة فيها الداخل نرفض معاكم طرف بها الطريقة ولنهطها معاكم في الطبسي ونقدم لكم هنا التيري فون باش تشوفو بهاد الطريقة شوفو شوفو ديك تشينة اللاهي على الطرف كيفاش يجي دابت دي هي يعني وصفة سهلة ووصفة عشتة البرتقال مدام هرخيص ساحفوني ديروا به سوالة حكوخة نولي ندلكم به ان شاء الله حاجة كما قلت لكم ديروا ديك الطريقة على استغلال البرتقال ستحتاجوها مدام هرخيص مدام من يغلى ما يكونش سيختولي بعدتان يغلى في رمضان وقع يغلي ويغالي بازاي يغالي انتو ما ديروه كما قلت لكم ديك الطريقة كما نحط لكم الرابط الوصفات تحتها في صندوق الوصف غدي تجيكم سهلة غدي تخدموه هيا الوصفات التي عنات عنها اليوم ان شاء الله تكون نالت الاعجاب بتاعكم دركم علي اغنقلكم نخليكم على الفيديو تشوفو كيفاش نكسمها ونقولكم ان شاء الله ما تنسوش تباطع جول الفيديو مع الاصحاب مع احباب باش تطلع القناة وباش تتع بتاعي مايروحش باطل كما تشوفوان يغين حط نحط وما كانش نتيجة كبيرة لا غالب ان شاء الله تطلع القناة هذه هي دركم نقولكم الى اللقاء والى وصفات اخرى باذن الله دمتم في رعاية الله وحفظه سلام الى الملتقى ان شاء الله